السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال هل ينتقل كوفيد-19 عن طريق الهواء؟ في جدل وفي خلافات حول هذا الموضوع وفي سوق فهم لمعنى كلمة الانتقال عن طريق الهواء أو Airborne Transmission الناس كتير قوي مش فهمة معنى Airborne Transmission اللي هو الانتقال عن طريق الهواء وهذا الانتقال عن طريق الهواء في اختلاف ما بين علماء وعلماء وأيضا منظمة الصحة العالمية فخلينا نشوف ايه هو الانتقال عن طريق الهواء ايه هو Airborne Transmission وايه رأي العلماء وايه رأي الأبحاث وايه رأي منظمة الصحة العالمية فيلا نشوف الموضوع هل ينتقل كوفيد-19 عن طريق الهواء؟ أول نفهم الانتقال ما هو الانتقال عن طريق الهواء بالزبط معنى ايه؟ الصورة اللي قصادنا ديه الصورة اللي قصادنا ديه بتوضح واحد بيعتص أو بيكح وبتطلع منه الرزاز ففي حالتين يأما في حالة مرض زي الإيبولا ده سابت بالأبحاث انه بتطلع منه رزازات كبيرة حجمها اكتر من خمسة مايكرون عشرة مايكروميتر ولونها احمر وبتسقط مباشرة على الارضة وعلى الاسطح في خلال مسافة متر حد اقصى مترين لكن معظم الكمية بتسقط خلال مسافة متر من المصاد والحالة التانية وهو حالة الحصبة انه لما بيعتص بتطلع رزازات دقيقة اقل من خمسة مايكرون وبالتالي تستطيع ان الهواء يحملها لمسافات اكتر من مترين فدية الرمادية ديت في حالة الميسلز رزاز دقيق اصغر من خمسة مايكرون وهنا رزاز كبير اكبر من خمسة مايكرون وهي دي الحالة اللي بتؤيدها منظمة الصحة الدولية اللي هي WHO هي بتقول ان فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد ناينتين بينتنقل بهذه الطريقة يعني الهواء بيحمل الرزاز فقط لمسافة اقل من مترين وبالتالي ماسموش اير بورن اسمو دروبلت ترانسيميشن هل ينتقل كوفيد ناينتين عن طريق الهواء؟ بصفة عامة يمكن ان تنتشر الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد عبر الهواء بطريقتين ياما داخل قطرات كبيرة تسقط بسرعة على الارض زي في الرسمة ديت اللون ها احمر او داخل قطرات صغيرة تطفو في الهواء واللي هنا مرسومة باللون الرمادي في الحالة الاولى يسمى انتقال بالقطرات يعني بالانجليزي دروبلت ترانسيميشن يمكن للفيروس ان ينتقل فقط من 3 الى 6 اقدام يعني حوالي مترين حد اقصى مترين من متر الى مترين والثاني يسمى انتقال او انتشار بالجو ايربورن ترانسيميشن ويمكن للفيروس ان ينتقل الى حوالي حد اقصى 30 قدم يعني حوالي 10 متر فهل ينتقل كوفيد 19 عن طريق الهواء من المعلومات المتاحة المعلومات المتاحة بتقول ايه التحليل اللي اتعملت والفحوصات والبحوص على الحالات المصابة فعلا بتقول ايه بتقول لم يتم الابلاغ عن حالات انتشرت عن طريق الهواء وان الموضوع ده فيه تقارير متضاربة ناس تؤيد انه بينتشر بالهواء ايربورن ترانسيميشن زي الميسيلز وناس بتقول لا ده دروبلت ترانسيميشن فقط زي الايبولا فالدراسات المؤيدة الى الان ايه وضعها دراسات اولية متضربة دراسات اولية متضربة لا يعتد بيها لانها اولية وليست كافية ان نقتنع بيها وان الدراسات اللي تمت على الحالات اللي هي 75 الف حالة واكتر من حالات كوفيد 19 في وقت الوباء بتاع الصين لم يوجد انتقال عن طريق الهواء كله يئم عن طريق الاتصال المباشر يئم عن طريق اللمس للأسطح الملوسة طيب رأي منظمة الصحة العالمية في الموضوع ده ايه؟ رأي منظمة الصحة العالمية بتقول ان هل رأي منظمة الصحة في انتقال كوفيد 19 عن طريق الهواء؟ بتقول ايه منظمة الصحة العالمية؟ بتقول ان الادلة الموجودة حاليا بالنسبة الابحاث اللي قالت انه ينتقل عن طريق الهواء الـ Airborne ودي احنا فهمنا يعني ايه؟ Airborne يعني يتنقل زي الميسلز يعني لمسافة حد اقصى 30 قدم اكتر من مترين يعني اقل من 10 متر اكتر من مترين واقل من 10 متر بتقول ان الادلة غير مقنعة او مش كافية لكن العلماء المؤيدين بيقولوا ايه؟ بيقولوا عشان نجمع ادلة كافية عايزين سنين يكون خسرنا اروح كتيرة بسبب الفيروس وده الرابط بتاع المقالة في جريدة علمية اسمها نيتشر طيب العلماء اللي بيقولوا ان ما فيش انتقال بالـ Airborne يقصدوا ايه؟ يقصدوا انه لا يوجد انتقال لفيروس كورونا المستجد عن طريق الرزاز الدقيق اللي حاجمه اقل من 5 مايكرون الذي يمكن ان يتجاوز المترين لكن في انتقال Droplet Transmission عن طريق الرزاز الاكبر اللي اكبر من 5 مايكرون ولا يتجاوز المترين طالما لا يتجاوز المترين يعني العدو تحصل ازاي؟ ياما تكون قريب من المصاب في مسافة اقل من مترين او تلمس الاسطح الملوسة من رزاز المصاب وده كلام منظمة الصحة العالمية من صفحتها بتقول According to current evidence COVID-19 virus is primarily transmitted between people through respiratory droplets and contact roots يعني المعلومات الحالية بتقول ان الناس التي اصيبت بالCOVID-19 اصيبت اما بالتواصل المباشر بالمصاب او عن طريق الملوسات اللي بتحيط الادوات المحيطة بالمريض الادوات الشخصية او الاسطح اللي رايبة من Transmission of COVID-19 virus can occur by transmission of the COVID-19 Can occur by direct contact مباشرة تكون قريب من المريض متر اقل من مترين والطريقة التانية Indirect contact with surfaces in the immediate environment والتلامس او التلومس او التلوث من الاسطح الملوسة من المريض ايه معنى كلمة irisol irisol معناها اللي هو بالعربي هباء او هباء وهو مصطلح فيزيائي يعني ان غاز اللي هو الهوى مثلا فيه عالق فيه اما مادة سائلة اما مادة صلبة احنا بنتكلم عن فيروس يعني مادة صلبة فالارسول معناها انه الفيروس عالق في الهوى ده كلمة irisol وعشان نفهم بقى الفرق ما بين الانتشار بالرزاز والانتشار بالهوى الفرق ما بين Droplet Transmission و Airborne Transmission نشوف الفروق التالية اول حاجة في الاولاني Droplet يعني بينتقل عن طريق رزاز حجمه اكتر من خمسة مايكرون وهذا الرزاز الكبير اللي يتجاوز فيه انتقاله بعد الكحة او العطس اكتر من متر او مترين وينتج عن الكحة والعطس فقط لا غير لانه بيطلع من الانف والفم والقصبات اللي هو الجهاز التنفسي العلوي Upper respiratory tract فأما الانتشار الكورونا فيروس امتا بتطلع الرزازات الدقيقة هذه بتطلع فقط حسب الابحاث بيقولوا بتطلع فقط اثناء ما المريض في الانتنسف كير وبيتعمله عمليات زي intubation او منظار للقصبات الهوائية او الشفط شفط السوائل من عرقتين الفلود من عرقتين الشفط المفتوح يعني شفط مش بمكينة مغلقة لا بيتشفط السائل وبيتجمع فيه اوعية مكشوفة او كده فبالتالي فيه فرصة ان الدروبلتس الدقيقة دي ممكن تنتشر فيه محيط الغرفة وممكن تنتشر لمسافة قد تصل الى عشر امتار ايه هي بقى الخلاصة بتاعت الموضوع ده الخلاصة بتاعت الموضوع ده ان الair porn transmission اللي هو عن طريق الرزاز الدقيق اللي قد يتجاوز مترين نادر لكن ما نقدرش نقول انه غير موجود هو نادر بس موجود فعمليا مالوش اهمية او وان الانتقال بالنسبة لمرض كوفيد 19 هو اما بالتواصل المباشر مع المريض تكون بالقرب منه او عن طريق ان ايدك تتلوث بالاسطح الملوسة وبالتالي تنقل العدوى عن طريق ايدك الى انفك او فمك وهكذا تنتقل العدوى زي ما واضح في الرسمة اما التواصل الاتصال المباشر تكون قاعد بالقرب من المصاب المصاب واضد سليم المصاب اللونه مسفير واضد قاعدين قريب من بعض اقل من مترين او متر اما الطريقة التانية ان المصاب يلوث حاجة على الترابيزة وبعدين يجي واحد تاني يتلوث من هذه الترابيزة وينقل الفيروس الانف اما الاربورن اللي هو واحد يكون سليم وبعيد عن المصاب باكتر من مترين ده ما يتعديش ده اللي معروف لحد هذه اللحظة بكده احنا فهمنا ايه فهمنا ان لان في معلومة خطأ عند الناس ان الاربورن يعني بيتشال بالهوى ويطير في الجو يعني ممكن يصيب واحد يكح في الحي ده فالهوى يحمل الفيروس يحمل الفيروس وانتقل الى الحي الاخر او الشارع الاخر او من عمارة لعمارة او انت في مكان عام في ميدان واحد يعتص في اخر الميدان فالعدوى تجيلك في الميدان يعني الهوى يبقى مسمم بالفيروسات وده مفهوم خطأ تماما لان الفيروس مهما كان محمول على حاجات دقيقة ما يقدرش يمشي اكتر من حد اقصى 10 متر لكن ده لو افترضنا انه بيحصل كده في كورونا لكن في حالة كورونا فقط لمد لمسافة مترين لكن احتمال يعني خلينا ناخد الاحتياط احنا انا ماجي اخد احتياطي اقول والله ده بينتشر بمسافة 10 امطار معناه ايه معناه ان انا لو ماشي في الشارع يبقى لابس الكمامة لان مش ممكن ابقى ماشي في الشارع بيني وبين الناس 10 امطار احتياط لما اخش سوبر ماركت او سوق ابقى لابس الكمامة لان برضو مش اقدر احافظ على مسافة صحيح احنا بنحاول نحافظ على مسافة متر او مترين لكن ما نقدرش نحافظ على مسافة 10 متر فبالتالي يبقى لازم الناس تبقى لابس الكمامة او الشيلد اللي هو البلاستيك اللي بتحطي ده القناع البلاستيك على الوش ده الاحتياط ده وهو ده رأي العلماء المتحفزين اللي بيقولوا ايه ناخد بهذا الرأي احسن لحد اما تطلع ادلة وابحاس تنفي انه بيتنقل بالهوى يعني هما عايزين نطبق القاعدة بالعكس بدل منظمة صحيح العالمية عايزة ابحاس تثبت انه ينتقل بالهوى لا هما بيقولوا لا احنا هذه المعلومة نعتبرها صح او مؤكدة الى ان تحصل او تجينا ابحاس تثبت انها غلط وهو ده افضل عشان الوقاية والناس تحظر وده طبعا الرأي ده انا معاه ماشي بس المهم ان احنا صححنا فكرة ايه الانتقال بالهوى لان فيه ناس بتبعث لرساي على الواتساب او كده زعر رهيب من هذا الخبر متصورين ان الهوى يعني كل الهوى بقى الملوس والفيروس ممكن يخش من الشارع حتى انا اسمعتها في برنامج واحد بيتكلمه بيقول يعني برضو احد الاطباء يقول لا ممكن يخش من الشارع عن طريق الشباك وحاجات زي كده فدي معلومات مش صحيح انما الانتقال الحالي هو الانتقال عن طريق المصاب لمسافة مترين فانفيش داعي للزعر ولا الخوف وانما في داعي للحزر والحيطة والتخاذ اللازم الى اقصى درجة اتفقنا وان شاء الله لو انتو نشوفكم في فيديو قادم ولو شايفين ان الفيديوهات بتفيدكم يرجو نشرها لاسحابكم ومعارفكم والاخرين ولو انت مش مشترك يمكن انك انت تشترك افضل عشان تجيلك اختراض بالفيديوهات القادمة والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته